اهلا بكم هذا يوم هامل الغاية خلينا اقولكم ان احنا بنعمل حكايات كتير تضر بعيوننا يعني فيه دراسات بتقول ان فيه بعض التصرفات اليومية قد تضر بالنظر ضررة كبيرة منها الجنوس قدام التلفزيون لفترات طويلة او قدام الحاسب للفترة طويلة الكلام ده يعني مشهوق في امره لكن خلينا نمشي معاك كلام كمان القلة الرمش ان الواحد ما يرمشي بشكل متكرر برضو ده شيء بيأثر على النظر قلة النوم وجدوا علاقة بين قلة النوم والنظر الاهم بقى لبس العدسات اللصقة لبس العدسات اللصقة وجدوا انه ممكن يأثر بشكل كبير جدا على القدرة على الابصار لانه ممكن مع الوقت يدور القرنية ضرر كبيرا قد يكون هذا الضرر حد للغاية العدسات اللصقة تحمل في طياتها قم بنا موقوتها يا جماعة الناس كمان اللي بتلبس العدسات اللصقة دي للتجميل انا شايف انهم بيهرجوا تهريج خاطل يعني تهريج مخيف اللي هو انا عايز اغير لون عناية فبخليها من البني للازرق او من مش عارف ايه للاخضر العدسات اللصقة دي حاجة يعني خطيرة جدا ولازم لها عناية ودقة وطبعا الناس اللي بتلبسها في العربية وهي ماشية ومش يعرف ايه كلام ده كله في المنطقة الخطورة لازم نقب بالنا جدا واحنا بنتعامل مع هذه القنبلة الموقوتة اللي اسمها العدسة اللاصقة لكن تبقى قدرة الابصار نعمة كبيرة جدا وضعف الابصار يعتبر شيء لازم نحن نقف قدامه وننظر كيف اعطى الله سبحانه وتعالى العلم هذه المقدرة الرائعة جدا عشان يصحح الابصار تصحيح الابصار والتعامل مع مشاكل الابصار النهاردة يوم شديد الاهمية مع ضيف شديد الاهمية الحقيقة اضاف لنا الكثير جدا بوجوده معنا وكانت نقلة نوعية كبيرة جدا انه اكاديمي مهم جدا يظهر الاعلام سقف الكثير جدا وعدل كثير من المفاهيم الخاطئة حول ضعف الابصار وحول المياه البيضاء وحول مشاكل القرنية قدم الكثير للاعلام الطبي واعتقد انه ما شاء الله ما زال يقدم الكثير للعمل اكاديمي العمل الكلينيكي وايضا الاعلام الطبي في عالم القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير واحد من سوبرستار البرنامج سوبرستارز الاعلام سوبرستارز العمل في عالم العيون السمدة الدكتور احمد عدساري تكوين الو Yoshi نفسه والعينين رسمة العيني نفسيلها تديك يحق انه عنده حاول لكنه ما عندهوش حاول هل الليزر السطحي أوبشن ولا في حالات ينسبها الصباحي وحالات لن ينسبها الليزي كل الجه وفي حالات يناسبها الليزر السطحي والليزك وفي حالات يناسبها الليزر السطحي وما ينسبهاش الليزك الناس لسه بعدها ثقافة التفرقة بين الليزك وبين الليزر السطحي أنا عملت الليزك النهاردة جالي مية بيضة بعد 20 سنة مش عشان أنا عملت الليزك عشان أنا مكتوب لي هيجي لي مية بيضة في نوع تاني من ضعف النظر بقى اللي هو نتيجة الليزك نفسه هنا لازم نتدخل الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجامعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجامعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجامعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإنكسار سبع أبحاث منشورة دوليا 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجامعية الأوروبية صديق العزيز وصديق العزيز اللي بسعد جداً به قدوم وزيارته الرائعة السيد الدكتور أحمد عساف ألهم بيك دكتور أحمد أهلاً وسهلاً أنا سعيد بوجودي في السيكو أمريكا آخر مؤتمر لوس أنجلوس المؤتمر الدولي لتصحي الإبصار مؤتمر السنوي للجامعية الأمريكية لإصلاح الإبصار والمياه البيضاء والجراحات المياه البيضاء ده كان مؤتمر يعتبر مؤتمر كبير جداً بمؤتمر دولي بيحضروا كافة الأطباء وجراحين العيون على مستوى العالم هو القوة المؤتمر أنه هو مركز أساساً في المياه البيضاء والجديد في جراحات المياه البيضاء وعمليات إصلاح حيوب الإبصار زي الليزك أو زرع عدسات أو أي عمليات تانية لإصلاح حيوب الإبصار فتركيز الناس كلها اللي هي بتحب تشتغل في الجزء ده تحديداً بيحصل يعني معظم الجراحين بيحبوا يرتادوا هذا المؤتمر أنت جبتوا شهادة دي دي شهادة دي شهادة الإنجاز دي من الجامعية الأمريكية اللي تبه جراحة العيون وكان لها الشرف طبعاً يعني تشرف أنه هو يعني من الدكاتر اللي هو يحصله على هذه الشهادة في سنة 2017 لـ 2017 دي حاجة رائعة جداً جداً دي يعني تساوي شهادة الإيجادة أو شهادة الجودة بالزبط بالزبط كده السرتيفيكات بالجودة هروح للمياه البيضاء بقى يعني إيه مياه البيضاء؟ نبدأ نشرح للناس طبعاً إحنا اتكلمنا وأكيد السادة المشاهدين أعرف يعني مياه البيضاء بس أحب التكرار برضو إنه في ناس برضو لزال عندها الاعتقاد إن المياه البيضاء هي سائل لونه أبيض بتكون جوه العين وبيحجب الرؤية وعشان كده المريض ما بيشوفش كويس لا هي المياه البيضاء هو عتامة في عدسة العين البلورية لأسباب كتير أشهرها التقدم في السن فهي نقطة الانيميشن اللي موجود دلوقتي إن العدسة المفروض تكون شفافة عشان تجمع الأشعة وتكون صورة على الشبكة لما بتعتم المنظر ده بتاخد ألوان مختلفة بتحجب الرؤية بحيث إن الأشعة لما بتيجي تعدي من العدسة ما بتتشتت ما بتتجمعش في صورة واحدة على مركز الإبصار وبالتالي الصورة ما بتبقاش واضحة بدلا ما يبقى الواحد شايف صورة بالمنظر ده بتبتد الصورة تغبش وتعتم وتطفي وألوانها تتغير المريض بيحس بتدهور في النظر بس مش تدهور حاد عشان برضو فيه ناس بتتخضط يعني بتعتقد ممكن تصحى من النوم مرة تلاقي عندها مية بيضة لا يبقى فيه تدهور بطيء في النظر والحل الوحيد حتى هذه اللحظة لا فيه أطارات ولا فيه علاج ولا فيه مراهم للمية البيضة غير هو عملية مية البيضة وهي عملية تحديدا تفتيت عدسة العين المعتمة اللي هي فقدت الوظيفة بتاعتها ويستبدالها بعدسة تانية صناعية ما زروعه جوه العين ده فكرة العملية المية البيضة باقتصار شديد وبالتالي برضو عايحب أكد لسهد المشاهدين ما فيش عملية مية بيضة بدون زراعة عدسة علشان فيه ناس تقولنا يسحب المية البيضة ومالهاش لازم العدسة يا دكتور علشان احنا بنسمع ان العدسة دي مؤزي طبعا بيخلط الامر ما بين عدسة لصقة زي ما حيك قلت فيه مقدمة البرنامج والعدسة اللي بنزرعها جوه العين فهنا فيه فرق شاسع ما بين الابنين فلازم مية بيضة معناها زراعة عدسة لازم عدسة لصقة دي عدسة بتحط فوق القرنية بالزبط المعروفة يعني العدسة على الاسخة المعروفة لكن دي عدسة بتزرع بتزرع جوه العين بالزبط كده التشخيص سهل بالأجهزة نقدر نعرف أكيد أكيد التشخيص سهل جدا ما فيش أي مشكلة خالص وبنقول لما يكون فيه مية بيضة بنقول المريض والله انت عندك مية بيضة المية بيضة لها درجات برضو بالمناسبة ممكن تتقسم من واحد إلى ستة مش كل الدرجات لازم يلزمها عملية برضو أحب أوضح للسادة المشاهدين إن في بعض الناس بينزعج جدا يقول لان عندي مية بيضة أنا هعمل عملية وإمتى ممكن تعمل مية بيضة وعندك مية بيضة وتعيش بها شوية يعني ممكن ما تبقاش مؤثرة على حدة البصار بس القاعدة العامة بنقول لها ده لكل المرضى لما يجي لك مية بيضة كل ما بيكون بدري في عمل لعملية المية بيضة كل ما النتيجة بتكون أحسن وأضمن ما تأخرش إلا لو ظروفك مش مناسبة يعني أنت مسافر لظروف قاهرة أو عندك ظروف مثلا أسرية ابنك في الامتحانات أو مستني حد يجي لك من السفر بعد شهر أو شهرين ما فيش مشكلة طالما أن درجة المية بيضة تسمح في بعض الناس بيجونا في مراحل متقدمة جدا من المية بيضة بقول لهم لازم تعملوا العملية بسرعة إزاي نعالج المية بيضة؟ هي برضو أنا المية بيضة مالهقش العلاج بمعنى على تطبي هي علاج جراحي 토 فيه طريقتين شائعتين لعمل المية البيضة كنا زمان بنكلم عن الجراحة دلوقتي بطنا نتكلم عن الجراحة خالص إنه خلاص ما بدناش نعمل جراحة بيننا نعمل موجات فوق صوتية أو الطريقة الحديثة اللي احنا بنتكلم عليها أو كلمنا عليها في المؤتمر اللي هي الفامتي ولايزر في الجراحات المية البيضة الفارقة بالزلط كده هوات ان انت في الموجات فوق الصوتية انا بفتت العذيس اللي جواه العين بالموجات فوق الصوتية الموجات فوق الصوتية دي سلاحزوا حدين ممكن تؤثر بصورة سلبية على انزكة العين الداخلية خاصة انزكة القرانية او الخلايا المبطنة للقرانية القرانية جزء الخارجية من العين المهم عشان ما نخشش في تفاصيل كتير ممكن تؤثر بالسلب عليها ان الفمتوليزر لا الفمتوليزر هنا وابقى دلوقتي فيه برنامج ده بروجرامينج انا بفصل كاني بعمل باترون بفصل انا عايز الفمتوليزر يشتغل ازاي على كل عين انا هشتغل عليها ممكن لعين المين حاجة ولعين الشمال حاجة تاني وكل عين ليه برنامج خاص بيه هو بنقدر هنا هواتنا انا بحدد الخطة الليزر او خطة العملية هتشتغل ازاي عايزة صلح استجماتيزم عايزة فتت العدسة بطريقة المعينة عايزة فتتها طبعا هنا مش هتكلم على دقة الليزر هنا دقة الليزر غير مهما كان مهارة الجراح مهما كان الجراح ده مهر في عمل خط هذه الخطوات مش هيبقى زي دقة الليزر وبعد كده هوات المريض بيقعد تحت الجهاز الليزر هنا هوات بيعمل نقدر نقول حوالي 60 او 70% من خطوات العملية المية البيضة بدون ملعين تفتح من اساسهم ان شعاع الليزر بيقدر يعدي من الانسجة الشفافة فعندنا القرانية دي نسيك شفاف اللي هو الشباك اللي احنا بتشوف منه فشوع الليزر ان هوات بيعدي من خلال القرانية هنا هو ده احنا بس بنسبت الجهاز على عين العين مفيش اي قلم خالص العين بيعمل العملية هو صاحي بالمناسبة ممكن ياخد قطرة بس مخدرة تخدر سطح العين لكن العين بيبقى صاحي بيتنفس بيتكلم لو في حاجة مضايقة بنطلب منه بس الهدوء والتركيز في ضوء قدامه بحيث ان هو السبات العين هنا مهم جدا ودي خطوات المية البيضة زي ما انت شايفين دي خطوات حقيقية الموضوع بياخده حوالي عملية لايف حقية بياخده دقتين تلاتة والشاشة اللي جنبينا هنا هوات بتبالينا مصاري العملية ونقدر نعدل كمان في خطوات العملية ونقدر نعدل كمان لو انا عايز اغير خطة العملية نفسيها اكتشفت مثلا على سبيل المثال ان عنده استجماتيزم اكتر من لنا مضوقعة وممكن اصلاح والمية البيضة شايفة اكتر ممكن افتتها بطرقه بطريقة مختلفة بوجه الجهاز في مصاري الليزر بطرق مختلفة او شايف ان الجهاز خلاص ادى يعني شاف ابعاد العين من الداخل بصورة مرضية بالنسبة للجراح بنبتدي بعد كده ان الليزر يشتغل ويصلح يفتت المية البيضة كده كل ده والعين مش مفتوحة انا بأكد العين مش مفتوحة وهنا مصدر الامان فيها عمليات الفيمتو ليزر يعني احنا هنا هو العين ما تفتحتش من اساسه خالص كل ده ده حلم كان بالنسبة لان انت تعمل تفتت العدسة اللي جوه العين وتعمل مكان لزرع العدسة اللي جوه العين تحضر العين لاستقبال العدسة اللي هتتزرع بعد كده عشان المريض يشوف بيها لو عندك استقبال تزمك كمان تقدر تصلحه وانا ما لمستش عين العين والليزر هو شغال وعين العين ما تفتحتش وفي نفس الوقت الدقة المتناهية بتاعت الفيمتو ليزر حانا هنا بنتكلم بدقة بحدود المايكرونز اللي هو بالواحد على الالف من الملي فهنا هو ده حالك شوف مصاري العملية هي حوالي سبعين ثانية الليزر هيشتغل يكون خلصنا العملية كلها الموضوع ده من أول وآخر وبياخد حوالي ثلاثة أربع دقايق يعني ده الجزء بتاع الفيمتو ليزر بس لا غنى في هذه الحالة برضو عن الموجات فوق الصوتية لازم نستخدم الموجات فوق الصوتية بس بصورة أقل بكتير من الطريقة التقليدية العادية هي حتى هذه اللحظة هي الشائعة بنعملها في معظم الحالات هنا هوت زي ما قولت انت جبت حالك مثلا عربية بتقدر تسوق لوحدها انت بتقوله انا عايز اروح من المنطقة نقطة ألف لنقطة ب وعدي في السكة على السوم الماركت عشان عايز اشتري شوية حاجات وخلاص انت عملت خطة البروجرام بتاعك او خطة الخطة اللي انت هتمشي عليها وبعد كده بتدوس على زر العربية هي هتتحرك وتؤدي اللي انت المطلوب منها بالضبط زي ما انت حديدت لها تماما بس مثلا في الآخر انت محتاج انت توقف العربية بعد كده هوت لازم تشوف انت تشوف العربية دي ما شوف في طريقها مضبوط ولا لا زي ما انت شايفين هنا هوت المريض بعد ما خلصنا جزء الفيمتو ليزر المريض بيبقى صحي هيقوم دلوقتي هيتحط على سرير تاني علشان نبتدين نجهز للموجات فوسطية او نجهز العدسة اللي هنزرعها جوا العين الجزء المتبقي من العملية اللي يعادل اكتر من 20-30% من عملية الماء البيدة نفسها يبقى فيه حوالي 60-70% عمل بالفيمتو ليزر من غير ما العين تتفتح واختصرنا الوقت العين هتبقى فيه مفتوح علشان اشيل التفتيت التفتيت اللي حصل في العدسة بالليزر بسحبه بالموجات فوسطية وبازرع العدسة لجول العين نستسأل طب انت هتزرع العدسة ازاي والعين مفتوحة لا بيبقى فيه فتحة بتتعمل برضو بالليزر حوالي 2 ميلي العدسة بتخش مطوية جوه العين وتفرق بعد كده جوه العين الفترة اللي العين فيها تفتحة قليلة ده بيبقى يترجم في صورة امان اكتر في الماء البيدة كلما العين اللي هي الفترة الليهاب مفتوحة عشان ازرع العدسة او عشان اشيل الماء البيدة تكون اقل كلما دي فترة امان اكتر السؤال الكلاسيكي دايما بيسألوه الناس هل يمكن ان تعود الماء البيدة مرة اخرى بعد كلما فعلنا من فيمتو ليزر وزرعت عدسة السؤال مهم جدا ودايما بنتسئله كتير قوي تقريبا بنسبة 90% من كل العينين يسألوه الماء بيضة بترجع تاني ولا والاجابة لا بصورة قاطعة مفيش ماء بيضة بترجع تاني بس في بعض الناس بنسبة نيضة نقول 20% بيحصل لهم عتامة في المحفظة الخلفية المحفظة الخلفية هي نسيق شفاف اللي هي بنحط عليه لعدسة لما بازر عدسة جوه العين بازرعها على حاجة اسمها المحفظة هي عبارة عن زي سطارة شفافة تماما بازرع عليها العدسة لانا حطتها مكان الميا بيضة بازرع عدسة بحطها على ايه بحطها على محفظة الخلفية بنقول عليها بالبلد كده سطارة شفافة جوه العين ساعات السطارة دي بتعتم عند بعض الناس وما فيش اسباب يعني معينة نقدر نقول هي دي السبب أو نتوقع ان المريضة الاعتامة دي هتظهر عنده والمريضة مش هتظهر عنده السطارة دي لما بتعتم بيبقى علاجة بسيط جدا بنامل جلسة ليزر بنشيل العتامة دي بجلسة ليزر مش عملية وبأكد مش عملية المريض بقاعد على جهاز بهدومه عادي جدا مش هيعيد العملية التانية ولا يخش قط العملية التانية يمكن بسبب الموضوع ده الناس بيتهيق لها ان المريضة بترجع تاني فبنقولهم لا ما بترجعش تاني في بعض الناس بنسبة 20% بيجي لهم عتامة في المحفظة الخلفية بيلزمها اجراء بسيط جدا اسمه جلسة ليزر في حدود 10 ثواني بالزبط بيهدومه في العيادة مش في العمليات وبيمشي على طول عايز احط مقارنة بين الاشياء وبعضها يعني واحنا بنقارن بين الفمتو وبين العملية او بين الفمتو وبين الالترسامل وحطناهم جمع بعض ونجمل للناس او نفاهم الناس الفرقات بين الاتنين ايه الفرقات ما بين الاتنين هنا هوت زي ما تكون حضرتك انت بتعمل حاجة يدوي وبتعملها بالليزر يعني هنا هوت مثلا على سبيل المثل لو بصنا على الشاشة هتلاقي هنا هوت ده على اليمين ده ده الفمتو ليزر اللي على الشمال بيقولك تشريح العين الليزر هيشتغل الزاي لو احنا بصنا هنا هوت المية البيضة نفسية لو احنا كبرنا حتى نبص على المية البيضة في ناحية الشمال هنا ده الجراحة بقى التقليدية العادية انا بخش بمشرط بفتح فتحتين في العين وساعات بقى بثلاث فتاحات بعمل حاجة بقشر المحفظة الامامية بتاعت العدسة بقشرها بأيديا فبتطلع مش هرشرة ما بتطلعش مدورة مظبوطة بتطلع ممكن معوجة شوية صغيرين ده بيخلي العدسة ما بتبقاش موجودة في مكانها مظبوط ساعات بتعمل العدسة تبقى ملوية شوية صغيرين بعد لما زرعها ما بتبقاش مظبوط هنا الليزر بص حقيقي الليزر بيشتغل شعاع هو بيفتح بيعمل الفتاحات اللي انا عملتها والفتحة اللي انا بعملها فيه محفظة العدسة الامامية بتتعمل بالليزر بتطلع دايرة مظبوطة كأنك بالزبط عملت الشباك بدأ ما تشتغل بشاكوش وآجنة انت عملته بالليزر فلما تعمل بالليزر بيطلع مظبوط بالملي لك انت تشغل بشاكوش وآجنة وعمرك ما هتعرف تزبط هيطلع معوك شوية صغيرين الشباك انت حفرت دا معوك شوية صغيرين مش منتظم هنا الفمتوليزر بيفتت العرس والفمتوليزر بيكون آمن جدا على أنسجة العين الداخلية على عكس الموجات في وساطية لما بيفتت العرسة نفسيها قبل ما نحن نسحبها ده بيبقى حنين قوي على أنسجة العين الداخلية فبالتالي أنا ضامن هنا هوات في بعض الناس مش هيجي لهم تأثير سلبي وده مهم جدا عند بعض الناس عندهم التابات مزمنة في العين أو عندهم مشاكل في أنسجة العين الداخلية نعمل لهم الموجات الفوصصوطية بأسف الفمتوليزر ونتجنب الموجات الفوصصوطية في حالته بعد كدوات بنزرع العدسة اللي جوه لي فطبعا الخطوة دي الخطوة يمكن الوحيدة المانوال أو التقليدية اللي بتتعامل أو الجراحة اللي بيعملها زيادة شوية زائرين في الفمتوليزر لكن الموجات الفوصصوطية احنا بنعملها من أولة لأخرة بتعتمد على مهارة الجراحة الفمتوليزر لا هي برو جرامنج برمجة لغاية زرع العدسة بعد زرع العدسة أنت الجراح بس خلص العملية وخلص خلص طبعا كدو يتفوق طبعا الفمتوليزر ممكن صلح الأستيجماتيزم هنا في حاجة عملية زي ما نسمعها تشريط قرانية كان بيتعامل بالطريقة الأدوية وليها مشاكل كتيرة جدا في احنا في غيران احنا نذكرها بالفمتوليزر ما لقناش المشاكل دي خالص ندقة الليزر هنا بستفيد منها فنقدر نصلح الأستيجماتيزم بصورة عالية جدا ونضمن المريض ان هو كمان نستغن عن نظارة المسافات بعد العملية قضية أثرت جدل الحاول عند الأطفال هل نتدخل لعمل عملية ليزك للأطفال اللي عندهم حاول ولا لا سؤال عايز تفصيل بس عايز أفهمه منك لا حاول للأطفال في أنواع كتير من الحاول حاول ممكن يكون ناتجة عن ضعف في عضلة من العضلة ثانيا دي لازم يحل الجراحي ما فيش حل الليزر ده حل الجراحي إن أنا العضلة الضعيفة بقوية وخلاص ده لو مشكلة عضلية بالزبط لو مشكلة نتيجة ضعف في الإبصار وده شائع جدا ما بنعملش ليزك لا خالص لأن هو الطفل الصغير ده نظر متغير أنا لو هعمل ليزك النهاردة على مقاس المقاس ده مش سابت بعد سنتين تلاتة المقاس ده تغير خالص والطفل هيرجع يلبس نظرة وقد يكون الحاول يرجع تاني ويبقى أكتر من الأول ثانيا إحنا عشان نعمل ليزك فيه فحوصات بنعملها علشان نقول هذه العين ينفع لها ليزك ولا لا الفحوصات دي صعب تعملها في طفل عنده ست سنين أو أربع سنين أو سنتين أو ثلاث سنين صعب جدا أنت تقيس سمك القرنية وتشوف التوبوغرافية بتاعت القرنية في الأطفال الصغرين أنا أعتقد أن دي يعني لا يعني ما ينفعش خالص ما فيش بنفعش ليزك بنعمله يعني بس أشابه واضح برضو وضقيق في كلامي بنعمل ليزك في الأطفال في حالات وليلة جدا لما يكون في ضعف في عين واحدة بس مقاس على سبيل المثال السادة المشاهدين فيه عند الأطفال يبقى عنده عين فيها سالب تسعة وعين تانية سالب واحد الفارق هنا ضخم جدا لا يمكن تعويضه بالنضارة وصعب الطفل اللي عنده 8 سنين ده أو 6 سنين تلبسه عدسات لصقة في العين الضعيفة فإحنا بهذه الحالة بنعمل ليزك أو سعب بنعمل زر عدسات ده الحالة الوحيدة اللي ممكن تدخل جراحيا أو بالليزر في وجود حاول عند طفل عشان فيه فارق كبير في المقاسات ما بين العين اليمين والعين الشمال لكن طفل عنده عينين لتنين عنده ضعف نظر ويلبس نضارة وعنده حاول هقول له أعمل لك ليزك عشان أضيع الحاول لا ده كلام غير علمي بالمرة وأعتقد أنه سلبي جدا 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 طفل عزيز الأستاذ الدكتور رحمة العصف كان في الدكتور خلق نقودة من المرة ترجمة نانسي قنقر